السلام عليكم ورحمة الله أيها الأحبة لحظة الموت هي أهم لحظة ستمر بها في حياتك كل نفس ذائقة الموت الأسئلة التي نود أن نناقشها اليوم ماذا يرى الميت لحظة الموت؟ كيف نرى شكل الملائكة؟ هل هي مخلوقات جميلة؟ أم مخلوقات غير محببة؟ ما هو شكل الملك أو الملائكة؟ وكم عددهم؟ ما هو شكل الملك الموت؟ ماذا يحدث عند سكرات الموت هذه اللحظات؟ وماذا يحدث لحظة خروج الروح؟ وماذا يحدث عند إلقاء هذا الإنسان في القبر؟ الحقيقة يعني معلومة أتمنى أن تسمع لكل إنسان يسمعني الآن وأن يكون معي هذا المقطع لآخره لأن هذه المعلومات سنمر بها شئنا أم أبينا هذا المقطع أخي الحبيب أنا أهدف من خلاله أن أغير نظرتك للموت من نظرة مرعبة وخيفة إلى نظرة فيها استبشار برحمة الله فيها حب للقاء الملائكة فيها نهاية للمرض والحزن ومشاكل الحياة أول شيء أخي الحبيب يجب أن تعلم أن الملائكة لا يمكن لإنسان أن يراها وهو على قبل الحياة لأنها مخلوقات مختلفة تماما عن الطبيعة البشرية نحن نرى الأجسام المادية أو نرى الضوء لأنه عبارة عن فوتونات مادية ضوئية نرى النجوم في السماء عبارة عن ذرات وعمليات احتراق نراها نرى الأشجار والبحار كلها مواد يعني الكون مصنوع من حدود مئة عنصر تشكل هذا الكون نحن نرى هذه العناصر ونرى النور ونرى النار وكل ما هو مادي طيب الملائكة خلقت من نور ولكن ليس مثل هذا النور ليست الفوتونات الضوئية نور الله يعلم حقيقته فأنت لن تستطيع أن ترى الملائكة بنطاق الترددات الضوئية المسموح لعينك أن تراها يعني نحن مثلا لا نرى الأشعة تحت الحمراء مع أنها موجودة يعني أي مصدر ضوئي إذا كان عندك مثلا أشعال تعود كبري تعود ثقاب النار التي تنطلق هنا حولها يوجد أشعة تحت حمراء لا نرى نرى فقط النار نرى اللون الأحمر أو البرتقالي أو الأزرق التي هي تحت الحمراء لا نرى وهناك أشعة فوق بنفسجية لا نرى هناك ترددات كهراطيسية تنتشر في الجو لا نرى إذن نحن أعيننا ترى فقط طيف محدود جدا من الأشعة الضوئية وبالتالي الملائكة لا نراها بأعيننا لحظة الموت الله سبحانه وتعالى يقول فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حدد يصبح مجال البصر لم يقل عينك لأن الإنسان لحظة الموت قد يكون مغمض العينين يرى ببصره والبصر يختلف عن العين العين هي آلة هي الآلة الإبصر ولكن الأعمى يمكن أن يبصر الله تعالى يقول لهم أعين لا يبصرون بها الأعمى يبصر الحق بقلبه وبعقله لا يحتاج إلى العين وبالتالي عندما يقول تبارك وتعالى فكشفنا عنك غطائك يعني هذا الغطاء الذي كان يمنعك من رؤية مليارات الترددات الضوئية أو الترددات الكهراطيسية وترى طيفا بسيطا جدا أصبحت الآن ترى كل شيء وبالتالي تستطيع رؤية الملائكة ولكن في أي لحظة لحظة الموت لا رجوع للحياة هذه اللحظة ليست هي الموت المؤقت ما يسمونه موت مؤقت وليست غيبوبة بل هي الموت الحقيقي الذي لا رجوع للحياة بعده فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد حديد يعني حاد ترى الملائكة هنا يأتي دور الملائكة في توفي يتوفون الإنسان طيب ما هو شكل الملائكة كيف نراهم الملائكة ليست مخلوقات جميلة دائما هي مخلوقات جميلة تسبح الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الملائكة حملت العرش يستغفرون للذين آمنوا والملائكة يصلون على المؤمنين هو الذي يصلي عليكم هو ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور إذا الملائكة لها أعمال رائعة جدا كلها فيها خير للمؤمن ولكن لحظة الموت إذا كنت ممن يرجو لقاء الله وتستعد للقاء الله الملائكة سيأتون بصورة لم ترى مثيلا لها في جمالها أبدا لذلك لحظة الموت المؤمن صدقني لا يريد أن يعود للدنيا أحيانا المؤمن يصاب بنوبة قلبية قاتلة ويدخل في سكرات الموت في هذه اللحظة تجد الأطباء وتجد أبناءه وأقاربه ويحبه يتحسرون عليه وأسرعوا لنعالجه وكذا 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 هو فرح لا يريد أن يعود لحياتكم هذه الكئيبة المليئة بالظلم المليئة بالقهر المليئة بالأمراض المليئة بالنقص المليئة بحاجة بحاجتك لعباد الله المليئة بالهموم بالمشاكل لا يريد بعد أن رأى هذه الصورة الجميلة جدا للملائكة التي لم يرى مثلها في حياته لذلك هنا قبل أن يرى الملائكة الميت يدخل في حالة من الخوف هذا قبل أثناء سكرات الموت قبل أن يرى الملائكة يدخل في حالة من الخوف والحزن مزيج هو يخاف على مستقبل أبنائه ماذا سيفأل لأنه يدرك أنه سيموت يعني أنا أحدثك عن اللحظة التي دخل فيها في سكرات الموت لا عودة للحياة انتهى في هذه اللحظة يدرك الميت أنه سيموت وأنا أتحدث هنا عن المؤمن الكافر نسأل الله أن يهديهم جميعاً سأتحدث عن المؤمن عندما تعاني من سكرات الموت وتدرك أنك عاجز عن فعل أي شيء لا تستطيع أن تنطق أو تتحرك هنا دماغك يبدأ يستحضر الذكريات يستحضر صور أبنائك طيب ماذا سيفعل هذا الطفل الصغير من بعدي من سيعتني به طيب هذه الزوجة الضعيفة ماذا كيف ستنفق على نفسها من بعد فيبدأ هنا مزيج من الحزن ومزيج من الخوف من المستقبل هذا المزيج من الخوف والحزن في هذه اللحظة تتنزل ملائكة الله سبحانه وتعالى وهنا القرآن يصور لنا في سورة فصلة يصور لنا هذا المشهد الرائع الذي يعني أنا أتمنى أن أعيشه وكل مؤمن يتمنى أن يعيش هذا المشهد انظر معي أخي الحبيب يقول سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إذن الإيمان والاستقامة طيب هل هذه صعبة أن تقول ربي الله صعب أن تقول لا إله إلا الله صعب أن تقول آمنت بالله ليست صعبة كلمة تقولها طيب ثم استقاموا ما معنى استقاموا يعني هذا الطريق مستقيم وهنا طرق يمين وشمال يتفرع منه طريق الزنا يغضب الله لا أريده طريق الخمر طريق الربا طريق الظلم طريق الفساد طرق كثيرة جدا ولكن خط مستقيم فيه مرضات الله وفيه كل ما ينفعك من صدقة من بر من فعل الخيرات من أعمال بر من قراءة القرآن هذه هي الاستقامة هل هي صعبة يعني هل هل هناك صعوبة أن تمنع نفسك عن الخمر قضية ليست صعبة كل أطباء العالم يقولون لك إن الخمر مضر جدا 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 ويسبب سرطانات وأمراض كثيرة ولا يوجد طبيب في العالم ينصحك أن تصبح مدمنة خمر أو مدمن على الفاحشة أو إلى آخر فإذن الله هنا يريد مصلحتك يريدك أن ترك شرط الأمر وترك الزنا والربا وكذا هذه فيها مصلحة لك هذه الاستقامة كل ما فيه خير لك هو استقامة أنا عندما أبر بالوالدين أو عندما أتحدث بكلمة طيبة مع إنسان هذا نوع من الاستقامة عندما أقدم خدمة لإنسان مساعدة لإنسان دون مقابل فقط ابتغاء وجل هذا نوع من الاستقامة عندما أمسك لساني عن الشر هذا نوع من الاستقامة عندما أواسي إنسان بكلمة طيبة والنبي يقول والكلمة الطيبة صدقة هذا نوع من الاستقامة إذا مسحت على رأس يتيم تعاطفا معه ورحمة هذا نوع من الاستقامة الاستقامة هي الأعمال التي فيها مصلحة لك وفيها خير وفيها فائدة لمن حولك طيب إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إذا العملية سهلة كل إنسان يستطيع أن يستقيم فاتقوا الله ما استطعتم طيب ما هي النتيجة لحظة الموت هنا أثناء السكرات الموت وأنت في حالة الحزن والخوف كما قلنا مزيج من الحزن على الماضي الخوف من المستقبل ما هو مصير الأولاد ما هو مصير كذا والحزن على الماضي تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا إذن أول صورة تراها لملائكة من أجمل الصور التي يمكن أن يتخيلها إنسان مجرد أن يقول لك الملك أو الملائكة تقول لك ألا تخافوا ولا تحزنوا يبدأ الإنسان يشعر بالطمأنينة يشعر أنه ذاهب إلى رب كريم بعد ذلك عندما تطمئن وتهدأ ويذهب عنك الحزن والخوف تأتيك البشرة من الملائكة فيقول لك هذا مقعدك من الجنة تنظر إلى جنة عرضها السماء وتفتح أمامك فتحة إلى السماء فيها النعيم فيها أنهار من العسل واللبن وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فأنت تقول كل هذا لي يعني كلها يعني جنة يعني أنت في الدنيا كنت تقاتل وتكافح من أجل مئة متر مربع مثلا بيت تحتمي به طب الآن جنة عرضها السماء والأرض أهدها الله لي أنا طب كم هذا الإله كريم وكم هذه الدنيا التي ورأي أصبحت تافها لا قيمة لها فهنا المؤمن يبدأ قلبه يعني يتيق يتوق للقاء الله للجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون تأتي البشرة هنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وأنا أريدك أن تتخيل هذا المشهد أخي الحبيب لأن فيه علاج لأمراض العصر إذا بقيت تفكر بهموم الدنيا ومشاكل الدنيا ومصاعب الحياة ستموت قهرا ولكن كل يوم فرغ ولو ربع ساعة نصف ساعة اجعل يعني تخيل أنك تعيش هذا الموقف وهذا من الناحية النفسية علميا أمر جيد على فكرة فتخيل أنك الآن تقف أمام ملائكة الله أجمل صورة تراها على الإطلاق وأجمل مشهد تراه لمقعدك من الجنة ألا تخافوا وتجد هذا النداء أجمل صوت ستسمعه هو صوت الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا فتقول لك الملائكة نحن كنا قدوتك في الدنيا وفي الآخرة أيضا نحن معك نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها تأتيك بشرة أخرى ولكم فيها يعني ليس فقط المشهد الذي رأيته لا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون انظر انظر معي أخي الحبيب تريد أن ترى شخص مات قبلك تريد أن تره ترى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم تريد أن ترى الأنبياء سوف ترهم كل ما تشتهي نفسك سوف يحققه الله لك ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم في هذه الحالة هنا الإنسان المؤمن الذي هو بينه وبين الموت لحظات تبدأ نفسه تشتاق للقاء الله ولا يتمنى أن يعود للدنيا يعني الأطباء يقفون والناس تدعو له يا رب أطل عمره وهو طبعا لا يريد أن يعود إلى هذه الحياة هو أصبح في حالة فرح في آية أخرى فرحين بما آتاهم الله من فضله وكل إنسان ينفق حياته في سبيل الله لخدمة الناس ثق تماما ولمنفعة الناس طبعا النبي قال خير الناس أنفعهم للناس كل إنسان ينفق حياته في هذا الطريق صدقني سيكون فرحا مستبشرا تنطبق عليه هذه الآية فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إذن هنا دائما القرآن يركز على عدم الخوف وعدم الحزن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بعد أن أخذت الملائكة هذه النفس هذه النفس تصعد لخالقها يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إذن النفس تبدأ يبدأ النعيم قبل الموت بالنسبة للمؤمن على فكرة ولن أتحدث هنا عن الكافر وعذاب القبر يعني دعونا فقط مع المؤمنين عسى أن نكون جميعا منهم إن شاء الله أخي الحبيب النعيم نعيم القبر أو النعيم بعد الموت لا يبدأ بعد الموت يبدأ لحظة رؤية الملائكة قبل الموت وبالتالي هذه اللحظات القصيرة التي ستعيشها قبل الموت مع الملائكة تكافئ كل الحياة كل الصبر وكل الأذى الذي تلقيته وكل الآلام التي تلقيتها وكل المعاناة التي عشتها صدقني ستنساها تماما في هذه الثانية القليلة التي تأتي الملائكة لتبشرك فيها بجنات النعيم لذلك هنا عندما تصعد هذه النفس الطيبة إلى خالقها يذهب الجسد إلى القبر والجسد هذا سيتبخر ويتفتت بعد فترة ويتحول إلى تراب لقيمة له سيبقى في الدنيا أما نفسك هي التي تنعم هي التي تفرح هي التي تستبشر الآن في القبر أخي الحبيب أصبح لدينا جسد فاني لا قيمة له سيتحول إلى تراب ونفس موجودة في عالم البرزخ هي التي تنعم أو تعذب هي التي تأنس بخالقها عز وجل هي التي ترى الجنة ويبقى البرزخ ويبقى الوضع هذا كما هو عليه يحمد الله يحمد الله تبارك وتعالى لأنه أمضى حياة البرزخ وهو ينتظر هذه الجنة ويبقى البرزخ ويبقى البرزخ الكافر قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا يعني كان وضعه يرى النار ولكن يعني عذاب نوع من العذاب ولكن عذاب قليل يعني سيء سوء العذاب يسميه القرآن ولكن الآن جاء العذاب الأكبر ولعذبه الآخرة أشد وأبقى فيعذبه العذاب الأكبر فإذن هنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا تأتيهم الإجابة الصادمة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون فنسأل الله عز وجل أيها الأحبة أن نكون من المؤمنين من الصادقين وصدقني أن تكون من الصادقين من الذين استقاموا أمر في غاية السهولة يا أخي غير معقول أن الله يخلق إنسان يخلقه ويأمره بأوامر لا يستطيع أن يطبقه هذا غير صحيح أنت أن الإسلام أساسه الطهارة والطهارة شيء جيد طبيا شيء جيد أساسه حب الخير للآخرين ما قلنا النبي يقول خير الناس أنفعهم للناس الملائكة الحيتان النمل المخلوقات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يصل على معلمي الناس الخير أنت أن تعلم الناس الخير هناك ملائكة تستغفر لك وتدعو لك بالرحمة هذه صلاة الملائكة صلاة الحياة لك يدعو لك بالرحمة يستغفرون لك وبالتالي ماذا تريد أكثر من ذلك يعني الإسلام دين بسيط جدا سهل كل إنسان يستطيع أن يصل إلى هذا المستوى والآن فقط النية إنوي أن تكون من الصالحين فقط لا تحتاج لا إلى عمل كثير ولا شيء نحن نعلم الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفس وأتم بهم المئة نوى أن يتوب فأدخله الله الجنة إنسان لم يعمل في حياتي حسنة قط كما قال النبي في الحديث صحيح ولكن كان يدين الناس يعني يتاجر مع الناس فيأمر غلامه يقول إذا وجدت معصرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عني يعني كان يعامل الناس بالحب بالتسامح يقول تسامح عسى الله أن يسامحني فلما مات تجاوز الله عنه وأدخله الجنة انظر كم الإسلام بسيط يعني ليس معقدا ولكن مطلوب مننا أن نفهم هذا الإسلام على حقيقته نسأل الله عز وجل أن يتوفان جميعا على الإيمان وأن نكون من الذين قال الله فيهم سأعيد هذه الآية وأختم بها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق